موسيقى خلال مباحثات هاتفية الرئيس السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان أهمية تطوير تعاون التنائي واستمرار التشاور بشأن القضايا الإقليمية الخارجية اللبنانية تعتبر القصف الذي استهدف أراضيها تعديا على سيادتها وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوقف قروقاتها الكرام لن يقلل من أهمية الاتفاقية العسكرية التي تبرمها كييف لمساعدتها وكييف تعلن تراغع حدة التوتر حول محطة دابوريجي النووية التاسع مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرامج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين إلى جنب التعاون القائم لتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط كما أكد المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جنب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الأقليمية كما تناول الاتصال بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية بالإضافة إلى ملف أزمة الغداء على المستوى الدولي فضلا عن التبحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد بالإضافة إلى التبحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك هقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع الشيخ فايصل الهادي نائب رئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية وعدد من مسؤولي شركة بيتي للصناعات الغدائية وذلك لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية وفي مستهل الاجتماع أشهد رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر ودورها في دعم استراتيجية الأمن الغدائية مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل توسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية من جانبها أكد الشيخ فايصل الهادي نائب رئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية التزام الشركة بالتوسع في استثماراتها في مصر كما تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السيوت وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المحافظات وذلك لدفع العمل بها من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسيوت وإلى موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة تواصل الشركة الوطنية للطيران تسير جسرها الجوي من الأراضي المقدسة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وأعلنت الشركة أن جسرها الجوي تضمن اليوم تسير 18 رحلة جوية موضحة أن الرحلات بواقع 11 رحلة من مدينة جدة و7 رحلات من المدينة المنورة كما تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال جوفر رحمن لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم المترددون على البعثة الطبية وصل عددهم إلى أكثر من 24 ألف حاج ووصل عدد الحالات الموجودة بالمستشفيات إلى 60 حالة منهم 25 حالة بالعناية المركزة مع إقبال ضيف الرحمن من الحجاج المصريين على المدينة المنورة لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تزداد حالة الاستنفار القسوى لعيادات البعثة الطبية بمدينة رسول الله لتقديم كافة الدعم اللازم للحجاج المصريين من خدمات علاجية ودوائية لتوفير السبب للراحة والأمان لهم خلال الزيارة والله الحالات معظمها بتبقى ساعت في الفترة الأخيرة دي بالتهابات في جهاز التنفس العلوي ومعظم متوسط الحالات بتجينا في الشفت بتاعي تقريبا حوالي من 60 إلى 70 حالة يوميا بنقدم الخدمات بنعمل عمل الكشف الطبي وبعد كده بندي العلاج للمريض وكل الخدمات بنقدمها حضرتك مجانية تماما وبنشوف كل الجنسيات يعني عندنا أومر بنحل ما بنردش أي حاج مصري أو غير مصري متوفر عندنا 99 صنف من الأدوية عندنا مخزون استراتيجي بنتبعه يوميا عندنا أدوية الضغطة، عندنا أدوية السكر، الأدوية المزمنة عندنا برضو أدوية البرد اللي هي كل الحجاج كما يكون فريق الطب الوقائي التابع للبعثة الطبية المصرية باستقبال ديوف الرحمن فور وصولهم إلى المدينة المنورة لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للبعثة الطبية نحو ديوف الرحمن نوصل لهم الرسائل بتاعتنا برضو اللي هي المستمرة معنا لجهد الحراري ضربات الشمس الهيجين اللي هي الرسائل السبتة معنا دايماً خلال موسم الحق في حاجات تانية نحن نقوم بها مش بنوصلها كرسائلة مباشرة لا نحن نحافظ عليهم أنهم لا يكونوا تعرضوا نزالة برد معضية يعدوا بهم الأشخاص الآخرين فنحن نحافظ عليهم ونوصل لهم الرسائل وإزاي أنهم يحافظوا وإزاي يعتص بطريقة ما يعديش بها الحوالي إزاي أنهم يتجنب الـ direct contact مع حد مصاب كما تم تزويد البعثة بغرفة للطوارئ ومركز المعلومات لتوفير كل البيانات ورصد الحالات المرضية لضيوف الرحمن على مدار الساعة خلال سيستم موجود ووفرته مركز معلومات الوزارة بيتم تسجيل لحظي وبيتم ظهور كل الـ data لحظية للمتخذ القرار والوزارة كل ده بيتم بفعليات automation system زودنا كمان السنة دي أن نحن نقدر نعمل dashboard تقدر تقول لنا حالات التنويم قد إيه الحالات الطوارئ اللي دخل معنا قد إيه بنشوف حالات الوفيات ونسبتها قد إيه قبول واستحسان من قبر ديوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة فرحة ديوف الرحمن اليوم فرحتان فرحة أداء المناسك وزيارة الحبيب وفرحة العودة إلى أرض الوطن داعينا الله أن يعودوا لأوطانهم كما ولدتهم أمهاتهم محمد حلمي التلفزيون المصري حتى البيت الأبيض إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين الفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم وقالت كارين جومبيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأداء كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض واستعادة الغدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للمدنيين أدانت وزارة الخارجية اللبنانية القصفة الإسرائيلية الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط قفرشوبة في وقت سابق اليوم واعتبرت الخارجية اللبنانية الاعتداء الإسرائيلي خرقا للقرارات الأممية وتعديا على السيادة البلاد دعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف خرقاتها وتعدياتها المستمرة بواترة تصعضية مؤخرا على الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية وجددت الخارجية اللبنانية احترامها لتطبيق كفة القرارات الدولية دعاية إلى انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كفة الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها هذا ودع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجد مقاتل أمم المتحدة إلى العمل على وقف الخرقات الإسرائيلية التي بلغت 18 خرقا للخط الأزرق في الفترة الأخيرة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مقاتي مع المنصقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرانتاسكا ووفد من قيادة القوى الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل لبحث التداعيات حيث وشدد قائد اليونيفيل على ضرورة الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار الأممي رحب وزير الخارجية المكلف السوداني علي الصادق علي بالمبادرات الإفريقية رامية لإيجاد حل للأزمة السودانية شريطة التشاور في ذلك مع السودان جاء ذلك خلال اكتمال وزير السوداني مع وزير الخارجية الأوغندي أودونجو جيجي أبو بكر على هامش الاجتماع الوزري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأدارية باكو وقال الوزير السوداني خلال اللقاء أن قوات الدعم السريع مستمرة في جرائمها بحق المواطنين والمرافق العامة والخاصة ومقار البعثات الدبلوماسية استقبل أحمد أبو الغيت طلمين العام لجامعة الدول العربية إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية لتنمية الزراعية لبحث وضع القطاع الزراعي في السودان وحضر أبو الغيت من خطورة تأثير النزاع القائم على الأمن الغذائي السوداني والعربية مشيرا إلى أن هذه الأوضاع القطيرة تستدعي سرعة التحرك عربيا ودوليا كما نقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتعاون مع الأمنة العامة للجامعة وتهدف إلى تأمين التجارة وسلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغدائية خطر داهم يهدد كل مظاهر الحياة في السودان في ضل احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وامتد هذا الخطر ليهدد تراث ثقافي السوداني الغني بمكوناته المتنوعة وذلك بعد فقدان العديد من القطع الأثارية والكتب القيمة جهود كبيرة للحفاظ على التراث الثقافي للسودان مع احتدام المعارك في البلاد منذ إبريل الماضي بعد أن فقدت العديد من الكتب النفسية والآثار القديمة الصراع الدائر طالت نيرانه التراث الثقافي الغني للبلاد والذي يشمل مملكة كوش القديمة التي كانت تسيطر على التجارة ما بين الجنوب والشمال الإفريقي منظمة التراث من أجل استلام وهي منظمة غير حكومية تقول إنه تم استهداف ما لا يقل عن 28 موقعا ثقافيا وأثريا بأنحاء البلاد أو أنها تعرضت لأضرار جانبية منها متحف السودان القومي وسط العاصمة الخرطوم والذي يضم بعضا من أقدم وأهم الممياوات نيران الحرب أتت على ما لا يقل عن 50 من الكتب النادرة والقيمة في جامعة أم درمان الأهلية بحسب الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية في الوقت الحالي نبزل قصار جهدنا في إعداد المجتمع والتأكيد على أهمية المواقع الأسرية والمتاحف للناس حتى يتمكنوا من المساهمة في الجهود لحماية المواقع والمعالم الأسرية في السودان المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية يحاولان وضع خطوات للحفاظ على التراث الثقافي في أثناء الصراع بما في ذلك احتمال إجلاء القطاع الأسرية وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركار هذا وتواصل توافد المصريين وسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي محدثات مع نظره البلغاري رامن رادف خلال زيارته الحالية إلى صوفيا وأكد زيلانسكي أن كييف وصوفيا اتفقتا على العمل من أجل تعميق تعاونهما في قضايا الدفاع وأكد زيلانسكي أن بلاده ستشارك خبراتها الأمنية المكتسبة من العملية العسكرية الروسية مع شركائها وأعرب زيلانسكي عن شكره لبلغاريا لدعمها بلاده خلال العملية العسكرية الروسية الشاملة مضيفا أن هذا الدعم ساعد بالفعل في حماية العديد من الأرواح يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي اسطنبول غدا للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب تايب أردوغان وقالت رئاسة التركية أن رئيسين قد يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد المحادثات في اسطنبول ويطوقع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي انتهى مبعوله وكذلك قمته حلف شمال أسلنطية نيتو الأسبوع المقبل أعلنت الرئاسة الروسية أن أي اتفاقيات تبرمها كييف مع دول أخرى لتأمين المساعدة العسكرية لن يكون لها تأثير في نتيجة العملية العسكرية الخاصة وقال المتحدث باسم الكراملان دمتري بيسكوف أن كييف تبدل قصارى جهدها لجري أكبر عدد ممكن من البلدان بشكل مباشر إلى الأزمة مشيرا إلى أن العديد من البلدان تدخلت بالفعل بشكل كامل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أعلن الجيش الروسي أنه قصف مواقع عسكرية في أوكرانيا وأصاب كل أهدافه وذلك بعد هجوم أصفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بيليفيف وهي مدينة نادرة ما تتعرض للقصف في غرب البلاد وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفدت ضربة مكتفة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت من البحر على مواقع انتشار مؤقتة لعناصر من القوات الأوكرانية أعلنت أوكرانيا تراجع التوتر حول محطة زابوريجيا لطاقة نووية وذلك في أعقاب تبادل اتهامات بين كياب وموسكو بالتخطيط لاستفزازات في المنشأة النووية وقالت المتحدثة العسكرية ناتاليا جومينوك قالت أن التوتر يتراجع تدريجيا نتيجة ما يقوم به الجيش الأوكراني والجهود التبلوماسية مع شركاء كياب أعلنت روسيا وأوكرانيا عن عملية تبادل أسرى شامل التسعين جنديا من الطرفين بواقع 45 جنديا من كل طرف أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 45 جنديا روسيا عادوا بعد احتجازهم بأوكرانيا من جانبه قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يارماك قال أن 45 جنديا أوكرانيا ومواطنين عادوا إلى البلاد أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترضى تسعة دبلوماسيين من فنلندا ردا على خطوة مماثلة وأضافت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الفنلندي للاحتجاج على ما وصفته بموقف هلسانكي المنوعد لروسيا كانت فنلندا قد أعلنت شهر الماضي ترضى تسعة دبلوماسيين روس متهمة نياهم بالعمل في مهام للمخابرات قال الرئيس البلاروسي أليكساندر لوكاتشينكو قال أن مؤسس مجموعة فاغنر يفجيني بريكوجين لا يزال في مدينة سان بيترسبورغ الروسية وأضاف لوكاتشينكو أن مقاتل فاغنر ما زال في قواعدهم دائمة وأنه لا مخاطر على بلاده من استضافة مجموعة فاغنر ولفت إلى بحث إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤسس فاغنر كما دعا روسيا وأوكرانيا إلى بدء مفاوضات الثلام دون شروط مسبقة وأكدان عدم اعتذام تغدام الأسلحة النووية إلا في حال تعرض بلا روسيا لاعتداء من الناتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كشف معهد ستوكولم الأبحاث السلام الدولي أن استمرار الحرب في أوكرانيا يشكل استنزافا اقتصاديا مرهقا لروسيا وذلك بالنظر لطول أمد الحرب وارتفاع فواتير تمويلها في ظل العقوبة الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا أوضح المعهد أن ملمح ذلك ظهر في الموازنة العامة الروسية للعام 2023 والتي استضمت بمتغيرين أساسيين وهما ترجع أسعار النفط الروسي وكذلك العملة الروسية شكلت الأزمة الأوكرانية استنزافا اقتصاديا مرهقا لروسيا حسب دراسة لمعهد ستوكولم الأبحاث السلام الدولي والتي أشرت إلى أن الموازنة العامة الروسية للعام الحالي استضمت بمتغيرين أساسيين وهما ترجع أسعار النفط الروسي وكذلك العملة الروسية بنيت موازنة روسيا للعام الحالي 2023 على أساس تقديري لسعر برميل نفط الأورال وهو 71 دولار أمريكي إلا أن متوسط سعر برميل نفط الأورال لم يتعد 48.92 دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 88.95 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي 2022 لفتت الدراسة إلى أن موازنة روسيا للعام 2023 بنيت على أساس لسعر صرف وهو 68.3 روبل للدولار الواحد إلا أن ما حدث على أرض الواقع أن الدولار الأمريكي بيع بنهاية الثلث الأول من العام الجاري لقاء 80 روبل وقد واصل الروبل تراجعه أمام الدولار الأمريكي إلى أن سجل في منتصف يونيو الماضي 85 روبل للدولار الأمريكي الواحد ويرى خبراء معهد استوكولم أن الإنفاق الدفاعي لروسيا خلال العام 2023 مرشح للتصاعد وأخذا في الاعتبار تطورات المشهد العسكرية في أوكرانيا مشيرين إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية لموازنة عام 2023 قد سجلت اعتمادات الإنفاق الدفاعي لروسيا نسبة 23% وهي النسبة التي كانت لا تتعدى 21% من الموازنة العامة الروسية في العام 2022 تتوقع تقديرات الموازنة الروسية للعام الجاري بلوغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 133.3 تريليون روبل ومستوى تضخم لا يتعدى 4% فيما قدرت الموازنة حجم الإنفاق العسكري المتوقع لتمويل استمرار العمليات العسكرية بنسبة لا تتعدى 2.5% من حجم الناتج المحلي الكلي الروسي والذي من المتوقع بلوغ قيمة العجز فيه 2925 مليار روبل وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الروسي أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانا تيالن أن زيارتها للصين تشتهدف تحسين الاتصالات وتجنب سوء التفاهم بين دولتين وعقب وصولها بكين أكدت تيالن أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومية وتأتي تلك الزيارة في ظل تصاعد وطيرة التوتر بين بكين وواشنطن في الأونة الأخيرة ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف للأسبوع الماضي مما يشير إلى قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود وقالت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 12 ألفا إلى 248 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض سلسة ألاف طلب عما ورد سابقا توقع الأمين العام لمنظمات البلدان المصادرة للبترول أوباك هيتم الغايز ساعة اتفاعل حصة السوقية للمنظمة إلى 40% بين عامي 2040-2045 أضف الأمين العام لأوباك أن توقعاته ستتحقق بعد انخفاض الانتاج من دول خارج منظومة أوباك بلاس أو خارج أوباك مشيرا إلى توقع المنظمة انخفاض انتاج الولايات المتحدة ودول أخرى بحلول عام 2030 قال البنك الإفريقي للتنمية أنه سيتم تقديم قروض بقيمة 164.25% مليون يورو إلى حكومة بنين في مسعى للإسهام في بناء قدرة البلاد على التكيف مع تغيرات المناخ وعواقبه وأشر البنك الإفريقي لتنمية في بيان أن التمويل يستهدف تطهير المجر المائية في خضم تعرض بنين لتزايد تقلب المناخ إذ ارتفع عدد البلديات المعرض لخطر كبير للفيضانات من 22 بلدية إلى 35 بلدية العام الماضي ما يعكس مدى انتشار الظاهرة ومعدل انتشارها السريع هاته ساعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها فرنسا ترفض ملاحظات مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة وتعتبر أن مسائل إنفاذ القانون شأن داخلي لا تقص للتحاد أكد الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون ضرورة العمل على معرفة الأسباب الجذرية المرتبطة بأعمل العنف والشغب التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وخلال زيارته إلى بلدة بو في جنوب غرب البلاد قال ماكرون إن فرنسا عياشت لحظات مهمة في تاريخها وذلك في إشارة إلى هذا العنف الذي اندلع اترى مقتلفة برصاص شرطية في نقطة تفتيش مرورية ما أكبر الحكومة الفرنسية على نشر تعزيزات أمنية كبيرة في مختلف المدن الفرنسية الكبرى مدد القضاء الفرنسي حفص الشرطية الذي قتل شابا خلال تفتيش مروري في واقعة أثارت احتجاجات وأعمال شغب استمرت أسبوعا واتخذت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي بمنطقة باريس قرار تمديد فترة حفص الشرطية هذا وبلغ عدد الموقفين الليلة الماضية على خلفية أعمال الشغب في فرنسا عشرين شخص رفضت فرنسا ملاحظات أبداها مفاوض العدل الأوروبية بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مختلفة برصاص شرطية معتابرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبية في مسائل إنفاذ القانون كان مفاوض العدل في الاتحاد الأوروبية جي جي روندير قال إن مستوى العنف الذي وصفه بالمرتفع جدا في السنوات الأخيرة في فرنسا بما في ذلك احتجاجات وحركة سطرات السفراء والاحتجاجات ضد تعديل النظام التقاعدي وأعمال الشغب على خلفية مقتل الفتى برصاص شرطية مثير للزهولة قالت وزارة دفاع الفرنسية إن السلاح البحرية فتح تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاث البحرية في قمع مثير الشغب في مدينة الريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة وكانت صحيفة التليجرام المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من مجموعة منهض الشغب كما تسمى وهم يقومون بصد مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في مدينة الريان وألقت السلطات الفرنسية القبضة على أكثر من ثلاثة ألاف ونصف شخص خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال شغب تشهدها مدن فرنسا منذ عام 2005 واندلعت شرارة للطرابات بعد قتل شراطي لشاب فرنسي من أصل جزائري خلال عملية تطقيق مرورية قال الأمين العام الحلف شمال الأطلنطي يانسي ستولتنبرغ إن انضمام السويد للحلف أصبح قريب المنال وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع في بروكسل أكد ستولتنبرغ أن أعضاء الحلف اتفقوا على مذاكرة مشتركة تشمل تشريعات تتعامل مع طلب السويد للانضمام لناتو مشيرا إلى أن السويد أبدت التزامها ببعض الأمور فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ما يتم التركيز عليه الآن هو ما تم الاتفاق عليه اتفقنا على مذكرة مشتركة حيث التزمت السويد بالقيام بمجموعة من الأمور تشمل تغيير التشريعات وكذلك تعاون بشكل وثيق مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب والمشاركة في الألية الدائمة وطبعا يمكن للسويد أن تقدم المزيد طبعا تحت هذه العنوين لأنه يمكن طبعا دائما تقديم المزيد من المعلومات وكذلك توثيق التعاون ولكن لا يمكن لي أن نفصح وحدد ما يمكن للسويد أن تقوم به من الآن وحتى إنعقاد القمة هذا الأمر يعود لسويد وتركيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل عضوية السويد في حلف شمال الأطلنطية الناتو وفي لقاء مع رئيس وزراء السويد أولب كريسترسون في واشنطن أكد بايدن أن السويد ستجعل التحالف أقوى ولديها نفس قيم الناتو معربا عن تطلعه لحصولها للعضوية من جانبه قال الرئيس المزرع السويدي إن بلاده والولايات المتحدة تتشاركان في العديد من الأولويات منذ فترة طويلة وهذا ينطبق على كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي اعتزامها تجديد القيود على المعلومات شديدة السرية وأضاف البانتاجون أن المراجعة التي استمرت 45 يوما على خلفية أزمة تسريب المعلومات السرية لم ترصد جداء أعطال فنية تحولت أزمة سرية المعلومات إلى كابوس يواجه الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب حالس تسريب المزعوم أدى إلى إلقاء القبض على ملاح قوي في أبريل الماضي وتوجيه التهم له في وقت لاحق بنشر وسائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراصل وزارة الدفاع الأمريكي البانتاجون أعلنت اعتزامها تجديد القيود على المعلومات شديدة السرية خاصة وأن المراجعة التي استمرت 45 يوما لم ترصد وجود عطل فني معين لكن البانتاجون قال إن السياسات ومنها المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية في المجالات الحساسة مبهمة وأدت إلى حدوث تفاوت في تطبيقها وقال البانتاجون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين رقباء على المعلومات السرية للغاية وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل وخططا لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية ويعتقد بأن تسريب الوسائق التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هو الاختراق الأمني الأخطر منذ نشر أكثر من 700 ألف وصيقة ومقطع مصور ومراسلات دبلوماسية على موقع ويكليكس الإلكترونية في عام 2010 قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلنطية الناتو قال إن كوسفو والصربيا لم تتخذ خطوات لتهدأة التوترات المتعلقة بالصرب في شمال كوسفو ما يعرض أمنى وسلامة الجميع في كوسفو وأفراد الناتو للخطر وأوضح مساعد الأمين العام للعمليات في الناتو توماس جوفوس إنه لم يحدث أي تقدم نحو خفض التصايد كانت أعمال عنف قد اندلعت في شمال كوسفو بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم ما أدى إلى اشتباكات وإصابات بين جنود حفظ السلام والمحتجين الصرب كما أدانت الولايات المتحدة موقف حكومة كوسفو من الطرابات التي تشهدها بعد وقوع اشتباكات وإصابة عدد من جنود حفظ السلام واعتبر وزير الخارجي أنتوني بلانكن أن حكومة بريشتينا لم تتخذ موقفا يحد من التصايد هذا ويشهد شمال كوسفو توترات بعد تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهام منصبهم في تغير يبدو غريبا بالموقف السياسي الأمريكي تجاه صربيا أعربت واشنطن عن رفضها تحركات حكومة كوسفو إزاء الاضطرابات على أرضها واشنطن انتقدت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلانكن موقف بريشتينا واعتبرته مؤججا للأوضاع الملتهبة بالفعل كما أشار إلى أنها لم تتخذ أي تحرك من شأنه أن يحد من التوتر بداية الأزمة في شمال كوسفو تعود إلى أشهر بعد مقاطعة انتخابات شهدت تولي رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم في خطوة دعمها رئيس الوزراء البنكورتي وأدت إلى تأجوج الوضع مؤخراً وخروج مظاهرات أدت لوقوع اشتباكات وإصابة جنود حفظ السلام والمحتجين الصرب بدوره ألقى المبعوث الأمريكي إلى صربيا كريستفر هيل اللوم على رئيس وزراء كوسفو معتبراً أن الولايات المتحدة لديها مشكلة مع شخصه على حد تعبيره الموقف الأوروبي لم يختلف كثيراً عن واشنطن فالاتحاد الأوروبي أكد أنه لن يرفع العقوبة السياسية والاقتصادية عن كوسفو ما لم تخفف الحكومة التوتر مع ذوي الأصول الصربية وذلك بعد أن فرضت دول التكتل إجراءات عقابية على كوسفو بعد إخفاق حكومة رئيس الوزراء في تلبية مطالب التكتل والولايات المتحدة بنزع فتيل أزمة في شمال البلاد شهدت أسوأ اشتباكات منذ ما يزيد على عشر سنوات أعلن لدعاء الألماني القبض على خلية إرهابية مكونة من سبعة أشخاص في ولاية شمال الراين وويستفاليا وأوضح لدعاء الألماني أن أفراد الخلية الإرهابية تم القبض عليهم بتهمة تأسيس موقع إلكتروني يدعم الإرهاب في البلاد لافتاً إلى أنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات ذات تأثير على رأي العام الألمانية أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أعلن أنه بحاجة إلى تمويل إضافي لمساعدة ملايين الأشخاص في غرب ووسط إفريقيا وكشف برنامج الأغذية العالمية أن معدلات سوء التغذية ارتفعت أيضاً مع توقع إصابة 16.5 مليون طفل دون سنة الخامسة بسوء التغذية الحاد هذا العام ازدادت حدة عدم الأمن الغذائي في منطقة غرب ووسط أفريقيا ممن عكس سلبياً على المواطنين بالدول الأفريقية الذين يعانون من أوضاع معيشية في غاية الصعوبة برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أعلن من جانبه أنه بحاجة إلى تمويل إضافي لمساعدة ملايين الأشخاص في غرب ووسط أفريقيا على تجاوز الأشهر المقبلة المعروفة بموسم الجذب أو الجفاف وقلة الموارد المائية الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها برنامج الأغذية العالمية أصبحت تهدد قدرته على الاستمرار في تقديم المساعدة لما يزيد عن 11.16 مليون شخص تستهدفهم عمليات طارئة للبرنامج في بلدان مثل بوركينا فاسو نيجيريا بالإضافة إلى تشاد التي أدى تدفق اللاجئين من السودان إليها إلى زيادة الضغط على مواردها المحدودة ووفقاً لتحليل أجرته مجموعة كادر هارمونيز القليمية للأمن الغذائي فقد ساعدت الصراعات وارتفاع الأسعار في زيادة عدم الأمن الغذائي إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في غرب ووسط أفريقيا كما كشف برنامج الأغذية العالمية أن معدلات سوء التغذية ارتفعت أيضاً مع توقع إصابة 16.15 مليون طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد هذا العام ويسعى البرنامج للحصول على 794 مليون دولار للاستجابة الملائمة للاحتياجات في دول منطقة الساحل الخمسة وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر من يوليو الجاري إلى ديسمبر المقبل نفى المركز الإعلامي ولمجلس الوزراء صحة فيديو وتداولته بعض مواقع تواصل الاجتماعي يزعم نشوب مشاجرات بأحد فنادق الغردقة نتيجة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء وأوضح المركز أنه فور تداول الفيديو تم تشجيل لجنة من مسؤولي كل من وزارة السياحة والأثار ومدرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشآة الفندقية لتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها معكدا أن جميع اللحوم المقدمة بالمنشآة الفندقية سليمة وسرية صلاحية دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوءة على تقرير صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشار إلى أن العالم شهد زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بمقدار 19.1 مليون شخص عن العام الماضي وهو ارتفاع سنوي غير مسبوقة وذكر المركز أن التقرير الأممي أوضح أن الأزمة روسيا الأوكرانية هو الصراعات في مناطق أخرى فضلا عن التداعيات الناجمة عن تغير المناخ أدت إلى نزوح مزيد من الأشخاص العام الماضي الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته قدمت حملة مائة يوم صحة أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألفا وتسعة مائة وعشر خدمات منذ إطلاقها في الخامس والعشرين من يونيو الماضي بجميع محافظات الجمهورية وبلغ إجماليه الخدمات التي قدمتها الحملة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة تمانية وسبعين ألفا وتلاتمائة وإحدى وسبعين خدمة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مائة وثمانية وسبعين ألفا وسبعا وتلاتين زيارة وأكدت وزارة الصحة أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتطقيف الصحية لثلاتمائة وخمسة وتلاتين ألفا ومائتي مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولاد بالمحافظات لرفع الواعي وتوجيه المواطنين لتلقي خدمات مبادرة الصحة العامة التي تقدمها الحملة كما تم عقد ندوات تطقيفية وأنشطة توعوية أعلنت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين عن التتشين الرسمية للجنة دمج وتأهيل المفرق عنهم والمعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتزليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبعية وباشرت لجنة الدمج وتأهيل داخل تنصقي عملها بتركيز على عدة محاور أبرزها تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديد إضافة إلى تقديم الدعم والرعية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم والأسرهم بالإضافة إلى تنصيق مع الجهة المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمية كما حرست التنصقية على تقديم كافة سبل الدعم للاندماج في العمل العام وإعادة التمكين السياسي وذلك من خلال دعوة العديد من المفرج عنهم لحضور ورش عمل وصالونات حوارية وفعليات سياسية إلى جانب المشاركة في جلسات الحوار الوطنية تنظم مبادرة ابن أديباً إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عرضاً لمسرحية فلوسكي غداً حول تنمية المستدامة ويأتي العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشأ حيث تتضمن المسرحية رسائل تنموية وتوعوية تستهدف العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتنمية المستدامة وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة ابن أديباً التي تستهدف صنع كوادر من المشأة والآن وقفة مع آخر أخبار المال والعمال أخبار الاقتصاد لدى مصطفى مزارت شكراً إيمان منصور شكراً دينا فكري أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة بحث رئيس وهي قناة السويس الفريق سامر ربيع مع وزير الشؤون البحرية والجزر اليونانية سبلة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك جاء ذلك على هامشي إنعقاد المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول والمنعقد في اليونان وخلال هذا اللقاء استعرض الفريق سامر ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية وأكد الفريق على حرص الهيئة على فتح آفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شراكات جديدة مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية وفقت لجنة الاقتصادية بمجلس النواب على المشروع المقدم من مجلس الوزراء بمنح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددها الأغراض في ميناء شرق برسعيد والتابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما وفقت لجنة أيضا على مشروع التوسعات الجديدة لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات المحطة الثانية لشركة بالميناء جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اقتصادية النواب وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن المحطة متعددة الأغراض الجديدة تقام بالرصيف الغربي لميناء شرق برسعيد ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من خلال العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 146 مليون دولار ليبلغ مستوى 34 مليار دولار و 806 مليون دولار مقابل 34 مليار دولار و 660 مليون دولار في مايو السابق كانت لجنة السياسة النقضية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18 و 25 مائة في المائة و 19 و 25 مائة بالمائة و 18 و 75 مائة بالمائة على التولي كما تم الإبقاء على سعر الاعتمان والخصم عند مستوى 18 و 75 مائة بالمائة أدرجة تقرير الاستثمار العالمي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي أصدرته مصر خلال فعاليات يوم التمويل في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 كأبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية ذكر التقرير أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أصدرته الحكومة بالتنصيق مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد لتعزيز التمويل المناخي وتيسير الاستثمارات التي تحقق أهداف العمل المناخي في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من تباطئ تعافي الطلب في الصين وترجعت العقود الأجلة لخام برينت القياسي بما نسبته واحد والثمانية وستين من مئة بالمئة لتحقق وتصل إلى خمسة وسبعين دولار وستة وثلاثين سنة للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته واحد وثلاثة وسبعين مئة بالمئة ليصل إلى سبعين دولار وخمسة وخمسين سنة للبرميل هذا وقد هبطت أسعار المزد عالميا بما نسبته اثنين واربعة وعشرين من مئة بالمئة لتصل وتحقق اثنين فاصل اربعة واربعين من مئة دولار للتر هذا وترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة واحد وثمانية وثمانين من مئة بالمئة لتسجل ما قيمته اثنين وواحد وستين من مئة دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن الطاقة الانتاجية لنفط البلاد تبلغ حاليا خمسة فاصل أربعة من عشر مليون برميل يوميا وأن بغداد تهدف إلى تعزيز هذه الطاقة أضاف وزير النفط العراقي على هامش مؤتمر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في ذيانا أضاف أن العراق يتطلع ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الانتاجية في البلاد إلى ستة ملايين برميل يوميا وذلك من خلال عقود الترخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة القادمة تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام قبل الماضي 2021 وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى طباط الطلب المحلي أضافت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري انخفض بنسبة سبعة وثلاثة من عشر بالمئة ليصل إلى تسعة وستين مليار دولار وانخفضت واردات السلع والخدمات إلى اثنين وثلاثة من عشر بالمئة لتصل إلى ثلاثمائة وستة عشر واحد من عشر مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2021 هذا وانخفضت أصادراته بثمانية من عشر بالمئة لتحقق وتصل إلى مائتين وسبعة واربعين وواحد من عشر مليار دولار تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو واحد بالمئة وجاء انخفاض البرصات بسبب انحصار الإقبال على المخاطرة بفعل تنامي المخاوف من طباطه اقتصادي والمزيد من الرفع في أسعار الفائدة عالميا وذلك إلى جانب تأثير المعركة التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة هبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة ثمانية من عشر بالمئة وذلك بقيادة خسائر مؤشر البناء والمواد الخام والتي زادت على واحد بالمئة وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المان والأعمال ونعودوا لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع إيمان ودينا شكرا لك مصطفى أمرت الحكومة الصينية وأصحاب العمل في بكين بوقف العمل في الهواء الطلق بعد أن كان من المتوقع أن تصل حرارة الصيف الحارقة في العاصمة الصينية إلى أربعين درجة مئوية وصدرت أوامر للإدارات الحكومية بضمان بقاء كبار الصين والمرضى في جو بارد بعد أن أصدرت المدينة اندارا أحمر وهو أعلى مستوى لنظام تحذير لدرجات الحرارة القسوى أعلنت حكومة بيرو حالة طوارئ في إقليم كيجوا بسبب إطلاق بركان أبيناس الرماد مع عشرات الانفجارات المسجلة خلال اليومين الماضيين وأعلن ألبيرتو أوتارولا رئيس وزراء بيرو حالة الطوارئ بسبب ثوران البركان الذي قد يؤثر على سكان القريبين والذي يبلغ عددهم نحو ألفين شخص وغطى الرماد منازل وشوارع في قرى مجاورة ويعد بركان أبيناس أحدى سبعة بركين في جنوب بيرو ويقع داخل منطقة بركانية تمتد من جنوب بيرو إلى شمال شيري وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية نتعرف على الأحوال الجوية مع مصطفى من جديد شكرا من جديد إيمانها شكرا دينا أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثالثة والأخير أننا سأعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المفقعة يتوقع خبراءة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حر نهارا رطب نهارا على قاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتد الحرارة ليلا على كافة الأنحاء وفي ميالي مشاهدين الكرام بيانا بدرجات الحرارة المتقطعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية نبدأ هذه الجولة من محافظة القاهرة وفي درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار في الأسكندرية 30-23 والجو فيها ماء للحرارة في مطروح 28-22 أيضا الجو فيها ماء للحرارة في برسعيد 32-23 حار في الإسماعيلية 35-23 الجو فيها حار أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة مئوية والصغرى 23 والجو فيها حار في العريش 31-22 والجو فيها حار في طابة 35-25 الجو فيها حار في شرم الشيخ 38-28 والجو فيها حار وفي الغردقة 37-28 والجو فيها أيضا حار أما عن محافظة الأكسر فدرجة حرارة العظمى هناك 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة والجو هناك حار أما عن محافظة أسوان فدرجة الحرارة عظمى 41 درجة والصغرى 29 والجو هناك شديد الحرارة في الواد الجديد 40-26 والجو حار في شلاتين 36-29 الجو فيها حار وأخيرا في حلايب 34-28 والجو فيها أيضا حار الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بهذه مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى هذه اللقطة اللقطة الأبرز لهذا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورئيسة وزراء ايطاليا يؤكدان اهمية تطوير التعاون السنائي واستمرار التشاور بشأن القضايا الاقليمية الخارجية اللبنانية تعتبر القصف الاسرائيلي الذي يستهدف اراضيها تعديا على سياداتها وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل وقف قروقاتها الكريملين يقلل من اهمية الاتفاقيات العسكرية التي تبرمها كييف وكييف تعلن تراجع حدة التوتر حول محطة زابوريجيا النووية وصلنا الى ختم نشرة التاسعة ولكن هوا التاسعة مازال متواصلا مع شبك المنيري مساء الخير مساء الخير اهلا بك يا شبك مساء الخير يا دينا مساء الخير يا ايمان كل سنة انتوا طيبين وانتوا طيبة مساء خويلة حلوة والواحد بيشتاء للشغل يعني كمع الناس اللي بيبقوا تعبنين يقولك اشتاءتوا للشغل ازاي يعني لا اكيد يعني بالذات حلقتك يوم الخميس بتبقى مختلفة يعني فيها جزء يعني مختلف بيبقى بنحاول يعني نحاول كده نمسي على مشاهدين في ليلة خميس يعني بنحاول يعني التوفيق يا ربما ان شاء الله النهاردة ومنتظرين يعني محتوى مختلف ان شاء الله اشكرك يا دينا اشكرك يا ايمان ودايما بحب اشوفك وقابلكو واتمنى لكل صناع نشرة التاسعة التوفيق والتقلق زي ما انتم متقلقين شكرا لك يا شكرا مشاهدين الكرام اسمحوا لنا نبدأ برنامج التاسعة